وقبل منهي كلامي عن التطعيمات الإضافية أو غير الإجبارية زي ما إحنا لسه عمالين نكرر عايز أقول لحضراتكم بعض النوعات أولاً أن التطعيمات دي لو الطفل ما خدهاش ما تقلقوش أو أن الطفل ممكن يخدها ويصاب بالمرض نفسه يعني يخد تطعيم ضد الروتق بس يجيل ونزل معوي يعني مش ضمانة إنها تؤثر بنسبة 100% النقطة دي أنا عايز أركز عليها شوية علشان تبقى الأمور واضحة ليه؟ أنا بشكل شخصي أعرف ناس يقولوا إيه إحنا بقى إيه بدأ من نروح مكتب الصحة إحنا بنتابع مع الدكتور الفلاني أو الدكتورة الفلانية بندية التطعيمات كلها هناك الأساسية أو الإجبارية وغير الإجبارية اللي هي غير الإجبارية موافق بس بشرط لا تنازل على الإطلاق في التطعيمات الإجبارية خالص أنا مرة زي ما حكيت لكم كده حكاية في الحلقة اللي تكلمت فيها عن التطعيمات الأسرة اللي قابلتني في أحد الأماكن ولقيت الراجل الأب يعني بكل أريحية كده وفي وسط الكلام كان بيكلف موضوع تاني وقعدين بيقول لي بالمناسبة أنا يعني بسأل يعني العمر قد إيه وكده على عمر الطفل يعني كنا في مكان عام يعني فبيقول لي ده كذا قلت له طب كويس بقى أخد التطعيم وقال لي آه بس أنا هعيده الأسبوع الجاي أنا حكيت لكم القصة دي الحلقة اللي فاتت أو الحلقة اللي تكلمت فيها عن التطعيمات فقلت له ليه قال لي عشان ما سخنش الطفل فانا ساعتها قلت دي مناسبة حلوة طبعا نفيت له الأمر وقلت مناسبة حلوة أن أنا عرف حضراتكم اللي بتفرجوا علينا واللي بيتابعونا واللي بيثقوا في كلامنا أنه ليس شرطا أن التطعيم يبقى له أعراض جانبية مش شرط خالص يعني أن التطعيم الطفل ياخده وما يسخنش ده مش معنى أن التطعيم وحش ولا في حاجة خالص ده معنى أن الطفل ببساطة منعته ممتازة يعني ولو سخن ده مش معنى أن منعته وحشة بس ده اختلافات شخصية أو اختلافات طفيفة ما بين طفل وطفل لأنها حتى بتبقى ارتفاع طفيف في درجة الحرارة طفيف طفيف يعني إيه يعني درجة أو درجة وشرطتين كده على أقصى تقدير يعني فاهمين قصدي وبنتعامل معاه بمخفضات الحرارة وتمام جدا جدا خلاص نقطة تانية بقى دي اتكلمت فيها نقطة تانية بقى اللي عايزة أتكلم فيها في الحلقة دي إنه أنا لقيت مرة من المرات والله والله هذه قصة حقيقية عن التطعيمات دي اللي أنا لسه قيلها اللي هي التطعيمات غير الإجبارية فبقول لها تمام يعني يعني ما فيش منها مشكلة ومش مضرة ومش ملزمة بس أهم حاجة التطعيمات تانية فبتقول لها التطعيمات تانية دي مهمة يعني فقلت لها يعني مهمة مهمة جدا اعتقدت هذه الأم أو هذه السيدة والله كمان مرة تالتة اللي أنا بقوله لكم اعتقدت هذه السيدة هذه الأم إن التطعيمات الإجبارية علشان ببلاش عشان الدولة مقدمة ميزة انها تبقى تطايمات مجانية فهي افتكرت انها تطايمات مش مهمة تقولي المهمة تطايمات دي اللي هي بفلوس قلت لها لا ده العكس اوالي صح التطايمات بفلوس دي حاجة اختيارية حاجة فوق البيعة انما التطايمات الالزامية والضرورية واللي طفلك محتاجها هي التطايمات الاولانية فهي قالتلي كده حرفا قالتلي يعني حرفيا قالتلي بس دي ببلاش قلت لها ما هو بلاش قادي خدمة من الدولة يعني الدولة بتقدم التطعيمات دي بلاش خدمة للمواطنين مش معنى كده ان التطعيمات دي اهميتها مش كبيرة ده العكس هو اللي صحيح التباس المفاهيم ممكن الناس وهي بتفرج دلوقتي علينا يقولوا ايه معقولة فيه ناس بتفكر كده والله فيه ناس بتفكر كده وانا بحكي لكم اقسمت يمين بالله العلي العظيم ان ده حقيق اللي انا بقول لكم سواء اللي قال لي ان ابني مسخينش فانا هعيد له التطعيم سواء اللي بتقول لي التطعيمات اللي هي بتاعة شهادة الميلاد دي يعني مش مهمة قوي اصلا بلاش يعني فدي مش مهمة بقول لكم فيه ناس بتفكر كده فيه ناس بتفكر كده تخيلوا بقى فيه ناس بتفكر كده سواء بتفكر كده من تلقاء نفسها او بتفكر كده نتيجة رغي او نتيجة كلام غير منضبط يعني في محيط هم موجودين فيه يبقى اول نقطة بحب اركز عليها ان دي التطعيمات الاجبارية هي التطعيمات الضرورية طيب تاني نقطة إيه ثانيا إن اختيار الدولة والممثلة هنا في وزارة الصحة زي ما قلت لكم للتطعيمات الإجبارية زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت وقلت لكم الحلقة دي بيكون مبني على فكرة إنه الأمراض اللي تطعيماتها إجبارية دي دي الأمراض اللي في منها خوف فعشان كده عايزين كل الأطفال يطعاموا ضدها تمام ثالث يعني الدولة مش بالمزاج يعني ولا بالقرعة لا ده هي شايفة أن التطعيمات دي هي دي بتمثل تطعيمات ووقاية ضد أمراض الأمراض دي بالتحديد في خطورة منها ممكن يكون في منها نسبة إنشاء وعلى فكرة ده بيختلف من دولة إلى أخرى يعني مش لازم التطعيمات في مصر تبقى زي التطعيمات في دولة تانية ممكن بعض الأمور تتشابه طبعا ولكن مش كوبي يعني مش نسخة تمام